منذ عشرات السنوات وهذا الحاجز مغلق أمام حركة المواطن الفلسطيني فلا يسمح له بالدخول إلا سيراً على الأقدام وحديثاً تم السماح لثماني وثمانين مركبة بالدخول عبر هذا الشارع شارع منطقة مستوطنة كريات أربعة منذ انتفاضة الأقصى في العام الفين وهذه الطريق مغلقة أمام سكان منطقة حارة جابر وشارع عثمان ولا يسمح لهم بالدخول إلا سيراً على الأقدام حديثاً وبمجهود الارتباط الفلسطيني سمحا لبعض السكان بإجتياز الحاجز في سياراهم والذي كان منذ تسعة عشر عاماً مفتوحاً أمام حركة المستوطنين فقط يعني الشارع مغلق من عام الفين مغلق من حركة المركبة المواطن الفلسطينية بشكل كامل يعني كانت هناك معاناة كثيرة جداً من قبل إغلاق هذا الشارع يعني مثلاً نجيب الأغراض على البار ندخلها عبر العربية أو عبر القارة للجورة يعني حيوان أو يعني كدوة كانت معاناة حققية يعني لما يكون في حالات مرضية نتغلب خروجها إلى المستشفى أو إلى المستشفيات القريبة من المنطقة هذه المستوطنات مستوطنة كريات أربعة ومستوطنة خارسينة أغلق الاحتلال الشارع بسببهما من أجل تأمين حركة المستوطنين في المنطقة وبالمقابل فإن إغلاقه في وجه الفلسطينيين أدى إلى اضطرارهم لإيقاف مركباتهم بعيداً عن منازلهم وسلوكهم طريقاً بعيداً للوصول يعني حقق الاربط الفلسطيني له جهود جبارة وجهود مباركة جداً يعني بأن تزاعي حق إن بدخول أربعة 88 سيارة لدى الشارع طبعاً هذا 88 سيارة لا تنهي المعاناة بشكل كامل لكن تنهي جزء مهم من المعاناة الفلسطينيين يعني لما يكون في عنده سيارة يكون بتحرك بحرية أكتر بخف عليه من العبء وعلى المواطنين الفلسطينيين في داخل هذه المنطقة عدم ترك المواطنين منازلهم وأرضهم في هذه المنطقة رغم كل ما تعرضوا له من تضييقات من قبل الاحتلال دفع الاحتلال للرضوخ لمطالبهم والتي وصفها السكان بأنها أبسط ما يمكن أن يحصل عليه المواطن في أي من دول العالم لفضائية النجاح علي الجعب الخليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر